مشاهدين الكرام أصدر الله صباحكم بكل خير نسبة رتوبة عالية تميز حاليا أغلب السواحل خلال النهار الأجواء ستكون مغاشات تقسقي نوعا ما على السواحل خلايا رادية دائما تبقى تنشط خلال الظاهرة على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس لما نقرع احتمال أمطار محلية هذا خاصة خلال الليل تبقى أجواء مشمسة على شمال الصحراء الجنوب الشرقي وسط الصحراء مغاشات بالجنوب الغربي وشبه رادية بأقصى الجنوب وللإشارة دائما أجواء حارة ستبقى تميز وسط الصحراء شمال الصحراء الجنوب الشرقي حتى بالمناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الواحد زوابة عراملية ستنشط محليا أما عن درجات الحرارة خلال فجر نهار اليوم كانت مرتفعة خاصة بالصحراء الوسطى حيث قربت 36 درجة بأدرار واتمية فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم بإني لا ستبقى أيضا مرتفعة تفوق الأربعين درجة على كل مناطق الجنوب الكبير لتصل محليا إلى تسعة وأربعين درجة تحت الضل بأدرار بتممون لمنيعة إن صالح كذلك بمنطقة الواحد مرتفعة أيضا تفوق الأربعين درجة بالمناطق الداخلية شمالا أما بسواحل ستكون فصلية بمنطقتين الهوغار والتاسيلي ستتروح ما بين تسعة وتلاتين إلى واحد وأربعين درجة فيما يخص البحر خلال نهار اليوم سيكون جميل بسواحل الغربية وقليل الاتراب بسواحل الوسطى والشرقية هنا الرياح ستكون من شرقية إلى شمالية الشرقية هذا عن داخل الوطن أما بالنسبة لشمال قارة أمريكا أمطار ستخص موريال بـ 22 درجة أمطار أيضا بنيويورك 33 درجة نفس الأجواء بواشنطن بـ 36 درجة أمطار أيضا بجنوبا بميكسيكو بـ 26 درجة ومشمسة على باقي العواصم الحرارة تقرب 24 درجة بفونكوفير وترتفع إلى 39 درجة بدالاس عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مسوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود ساعة 7 مسان و56 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعي يومكم طيب وإلى اللقاء